السلام عليكم اهلا بكم في درس جديد في درس ده ان شاء الله هنحل مع بعض بعض الاكسرسايز اللي احنا على الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده في المحاضرات السابقة او الاكسرسايز معنا بيقول Predict the output توقع او ايه الاوبوت بتاع البرنامج ده النوع ده من الاسئلة عشان تحله بتكون انت بتاكت از كومبيلر يعني ايه يعني بتمشي على الكود بتاعك سطر سطر تتاكد ان ما فيش اخطاء في السينتكس لو انت قدرت تستانتك اخطاء بعنيك ما فيش اخطاء بتبتدي تكمل البرنامج بتحله كأنك انت الكمبيلر بالزبط في ضوء فهمك للدروس اللي احنا شرحناها قبل كده فاول حاجة هاش include studio او studio.h انت مسافة float c بالساوي 5 طبعا فيه هنا فاستفقنا ان الف هنا مش ضرورية يعني احيانا الكمبيلر بيتجاوز عنها وبالتالي احنا مش نعتبرها خطأ بعد كده printf ومدينا printf statement بالشكل ده طبعا فيه هنا بس عشان دي الفونت اللي بكتب بي العلامة double quotes هي متبقاش كده هي بتبقى زي دي كده فلو اتكتبت كده فدي عادة خطأ بس ايه خطأ مطبعي يعني result فهيطلع بقى من البرنامج تعمل في return zero والكوز في الاخر result of conversion is انت اضطلع كما هي على السكرين فهي اول حاجة يبقى الابط بالبرنامج result of conversion is ومسافة ومسافة وبعد كده هنا في conversion وحاجة هتتحط او placeholder هنحط منه حاجة جاي بعد كده فهنا في حاجة هتتحط تعال نشوف ايه الحاجة دي الحاجة دي expression الشكل ده سبعة على خمسة اتفقنا وقلناها كتير دي سبعة انتجر ودي خمسة انتجر فدي انتجر division مفيش فيها علامات عشرية فسبعة على خمسة فيها الواحد واحد فيه c كلمة السيب كام من التعريف بالفريابل كلمة السيب خمسة واحد في خمسة بخمسة خمسة زائد اثنين وثلاثين تبقى سبعة وثلاثين يبقى ده الابط بالبنامج محدش يكتب الابط بالبنامج الابط اهو كل ده result of conversion is مسافة سبعة وثلاثين ده الابط السؤال اللي معنا بعد كده تطبيقات على expressions هنا بيقول i بتساوي خمسة وبعد كده j بتساوي plus plus i دي ايه prefix صح فهيزود كلمة الاي الاول فهتبقى الاي بستة وبعد كده فيه ثلاثة ناقص اثنين عندي علامة ضرب وعلامة طرح فالأولوية المين للضرب فستة فيه ثلاثة بثمنتاشر ناقص اثنين ستاشر يبقى المفروض الـ expression ده الجي فيه بستاشر وعايز الجي لقه وعايز print if اثنين decimals i وj فعايز كلمة الاي والجي فالله هيتبقى هنا الاي بي كام الاي كوميتا هتزيد طبعا انتنا انتفقنا بعد الـ expression كلمة الاي بتزيد فالاي كانت خمسة بقت ستة فالاي هتبقى ستة وي الجي بتاعتنا اللي هي بقى الجي فيها ناتج الـ expression ده فهزود الاي بواحد بقت ستة ضربة بثلاثة 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 risk G بثلاثة ستة ضربة بثلاثة كيبقى امتح NAS في كلمة الاي البداية بثلاثة 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 سالب عشر سالب عشر وتلاتة يكون سالب سبعة صح فكده الجي تبقى سالب سبعة والآي كده كده هتزيد زي ما اتفاقنا هتبقى هتبقى ست هنا الآي بتساوي سبعة وبعد كده تلاتة في الآي مينس مينس بلاس تو فهنا برضو الآي مينس مينس فالآي هتقل لواحد بس قبل ما تقل احنا طبعا دي بوست فكس فهحسب الاكسبريشن الاول ثلاثة في الآي يعني ثلاثة في سبعة ثلاثة في سبعة ثلاثة في سبعة بكام واحد وعشرين واحد وعشرين واثنين تلاتة وعشرين يبقى كلمة الجي نركز تلاتة وعشرين مش الآي كلمة الجي تلاتة وعشرين وكلمة 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 الجي تل فسابعة نقص منها واحد تبقى ستة ستة وتلاتة تسعة ستة وتلاتة تسعة تمام وفي اتنين بتساوي كام تمنتاشر صح إذا انا عملته ده أولا مش صح مش صح ليه عشان احنا قلنا ان في بلاس وفي في ملتيبليكيشن وفي بلاس فالملتيبليكيشن اولوية اعلى فلازم ندهب دل اول ما تنساش اتنين في ستة بكام باثناشر اتناشر وتلاتة كام اتنين في ستة باثناشر اتناشر وتلاتة كام اتناشر وتلاتة خمستاشر دي كلمة الجي وبعد كده الاري تبقى بكام مينس مينس تبقى بستة السرائيلي بعد كده معنا بيقول اكتب بنامج بيحسب حجم الكرة طبعا البنامج ده كمثال على انواع كتيرة من برامج شبيهة احسب مساحة المربع احسب حجم الكرة احسب مساحة الدايرة اي حاجة من هذا القبيل وهو عادة بيديك لو انت ما بيش بيعتمد على انك انت دي حاجة بسيطة وانت عارفها من حاجات سابقة بيديك عادة الاكوائشن اللي انت بتحسب بيها الحجم بتاع الكرة او مساحة الدايرة او اي حاجة اخر يعني اي معادل من هذا القبيل فبقى دورك في الموضوع كله انك انت تكتب برنامج بينفذ المعادلة دي ودي من اهم الوظائف بتاعة الكمبيوتر بروجامنج انك انت فيه اكوائشن بدلا ما تقعد كل شوية انت لو انت تعمل سوفتوير وهتعملها بايدة كل شوية تعاوض بالقوية متحسب تعاوض بالقوية متحسب اللي انا عايزه وايه اللوجيك او البيزنس او البروسيسنج اللي هيده اللي هيتخلي انقلني من الانبود ده الاربود ده طيب الباناريك بتاعنا هنا ايه الانبود بتاعه هنقرى كده write a program that calculates the volume of a sphere the formula is كذا الباناريك مفروش انبود ازاي كلام دور ما انا احسب ايه هتحسب ايه انا هتفرط كيام هتكتب جوه الباناريك بتاعك هتعرف طبعا هنا فيه حاجات متغيرة فيه حاجة ثابتة دي كلمة الباي حاجة متغيرة زي الار فهتكتب variable الاسم و الكنستانت بتاع الباي وتحط في الار اي كيمة وتحسب المعادلة وتطبع الريزولت لو هو كان طلب هنا ان الار ده اليوزر هيدخله فيبقى الار ده هو كان يبقى ايه الامبود بتاعي تمام احنا هنعتبر ان الار ده امبود عشان يبقى البرنامج له معنى ان طبيعي اليوزر يدخل نصف كوت الدايرة اللي هي كلمة الار و انا في البنامج بتاعي احسب الايكويجن دي تمام البنامج بير ستريت فورورد هنقمل ايه هنطلع رسالة صح لو هنكتب الصدقوب بتاع البنامج هنطلع رسالة نقول له او sample run فاكرين الترقيتين بتوع التفكير في البنامج input logic output وايه sample run sample run هيقول ايه لو البنامج اشتغل هقوله enter R فريوزر هيدخل كلمة الر هنا مثلا تلاتة و هيطلع الاوبوب بتاع البرنامج هيقول له volume يساوي هيضرب التلاتة هيجيب ثلاثة تكعيب ثلاثة بار ثلاثة وبعدين يضرب في كلمة الباي بعدين يضرب في كلمة أربعة على ثلاثة كل عملة تضرب ويطلع الناتج فين تمام كده تعالوا نجرب نكتب البرنامج مع بعض ثلاثة هذا الـ Online IDE OnlineGDP هنكتب احنا التفقنا في الـ input R إنتجر حد طلب أو قال إن هو إنتجر لا، طب هو الأولى إيه؟ هل نص الكتر ممكن يبقى 2.5؟ ممكن جدا يبقى الأولى أو الأصحة إنه هنعمله إيه؟ float R بتساوي كمما بداية بصف initial value بس نصف الداية عم هيبقى صف كمما بداية مثلا مكتق بواحد عشان لو حبرا نجرب مثلا وبعد كده إيه الـ output بتاعي لو أنا هكتب الـ output هجهزه يعني طبعا مش هكتبه printf volume is وهحسب هنا القيمة طيب هناخد الـ input من الـ user ولا هنفرده طبعا ناخده من الـ user الأول هنطلع على الـ user رسالة زي ما كتبنا من شوية هنقول له إيه enter R رسالة دي طبعا مش رسالة أنا بس بقول لكم يعني فناخد printf كده copy ومكان الـ volume هكتب الجملة دي أقول له enter R صح أقول لـ user enter R وبعد كده أبتدي أقرأ قيمة الـ R من الـ user بنركر أقرأ قيمة الـ R ازاي بـ scanf صح scanf وباكتب هنا percentage على حسب أن ها أرى إيه ها أرى float يقول %f وباكتب هنا اسم الـ variable اللي ها أرى وما ننساش قبله علامة % في الـ scanf في الـ printf لا يوجد تمام فأنا هكتب هنا مثلا نقصينه مسافة وبعد كده كده أنا أقرأت نصف القط R طيب والأربط بتاعي أربط الـ volume ما رسلنا في المنتصر في اللوجيك إن أنا أحسب بقى الـ volume صح؟ فهأحسب الـ volume إزاي هقول من القاعدة تقول 4 على 3 4 على 3 في كويمة الـ في الـ power 3 يعني الـ تكعيب يعني الـ حيثنا ما عندناش power في الـ بايدفولت ما فيش operator بيعمل الـ فيه functions بس ما فيش operator بيعمل الـ فلو أنا عايز أعمل R تكعيب R to the power 3 بيعملها إزاي؟ قلناها بلكده إنها R في R في R الـ R عايز أرقص 3 فتدور في نفسها 3 إيه 3 مرات طيب أنا ما بحلش أنا يعني كده بكتب بس برفكر معاكم بصوت عالي طيب دلوقتي الـ بي دي فين؟ فين كلمة الـ بي الـ بي ده كونستانت صح؟ أنا ممكن أحط كلمته 22 على 7 هنا ولكن أفضل بما إنه كونستانت أعرفه as كونستانت لإني ممكن أستخدمه في نفس البرنامج في أماكن أخرى فمحتاجش أكتبه مرة تانية كل شوية 22 على 27 على 27 فإحنا كنت أعرف كونستانت إزاي؟ بحكتين إما هش دي فين فوق إما بعرفه variable هنا وأحط كلمة إيه كونست فأنا هعرفه بهش دي فين هش دي فين هش دي فين باي بي ساوي بكتب بي ساوي بكتب بي ساوي بكتب بي ساوي خد بالك تمام؟ طيب بعد كده أكتب إيه؟ 22 على 7 أضع سيمي كولون أضع السيمي كولون في الكونستانت بتكتب كده فقط اسم الكونستانت والقيمة اللي أنت عايز إيه؟ تعملها السبستيتيوشن بيها السبستيوشن بيها هيعوض بيها إيه بإيه؟ تمام؟ يبقى كده خلاص الباي بيت موجودة إيه؟ فهتعان شيل دي كده ونحط إيه؟ ونحط باي تمام؟ طيب الأول عشان يعني هتبان بقى لو إحنا شغلنا البنامج إن فيه أخطاء بس خلال نقولها هنا بالمناسبة 22 على 7 دي أنت عايزها إيه؟ عايزها إنتجر ديبيجين ولا عايزها فلود ديبيجين أنا عايزها فلود بلا أدنى شك ليه؟ عشان أنا مش عايز كومت 22 على 7 تدين تلاتة الباي كومتها مش بتلاتة الباي كومتها تلاتة ببعض الشرمية وبعض الأقام الأخرى فلو أنت حطتها كده خد بالك هتبقى إيه؟ إنتجر ديبيجين هتبقى القيمة النتج بتاعها تلاتة فما تعملش كده اعمل إيه؟ حط هنا بوينت زيو عشان تبقى فلوت فلوت ديبيجين على واحدة منهم أو على الاثنين مش تفرق تمام كده؟ ما ننساش أبدا موضوع الانتجر ديبيجين ده عشان بيعين مشاكل كتير في البرامج بتاعتنا ونفس الكلام هنا فور بوينت زيو وثري بوينت زيو عشان لما يجي اسم 4 على 3 هنا ما يطلع عليهش واحد هنا عايز الواحد وعايز كريمة إيه كريمة الكسر تمام؟ فكده أنا ايه كتبت المعادلة اللي بتحسب ايه؟ الفوليوم تمام؟ طيب هسيبها كده في الهوى السينتكس وايز في السي خد بالك الكمبيلر بمش هيطلع له خطأ هنا تعالوا كده نجواب نعمل وان؟ في بعض لغات البرامجة الأخرى السطر ده هيطلع له خطأ في بعض لغات البرامجة يقولك انت كده عامل تستخدموش في حتة او مش بتعمله assignment بحاجة فده ملوش لازمة فكده ايه خطأ اما في السي بتعديها فناخد بالنا انت خلاص اروح حسابة الفوليوم عايز تعمل ايه بالفوليوم؟ حاجة من اثنين ده تطبعه زي ما هو كده فنحطه هنا في البرينت ف ياما تحطه في فريابل اسمه و هيبقى نوع طبعه فلوت لانها فلوت دي بيجن فيها فلوت نمبرز وفيها اقام عشرية يعني فلوت فوليوم بساوي الرقم ده فهعمل هنا %F وبعد كده اقول له ايه الفوليوم او الفول بس بحيث ايه حطيت ناتج الاكسبريشن ده يتحسب ويحط الناتج هنا ويطلع ايه يعمل برينت للناتج وزي ما اتفعنا ان البرينت F بتقدر تطبع الاكسبريشن ده على طول تعالى نجرب مثال اول تلاتة هنا تلالة 113 تعالى او انا حطيت شيلت الكريمة الفريابل ده وحطيت بشكل مباشر فين في البرينت F ينفع 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 حتى فانا قلنا في المحاضرات السابقة ان ده عادي في البرينت F تقدر تحسب الاكسبريشن و ايه وتطبعه طبعا البرينت F مش هلا هتحسب الاكسبريشن نفسه في ال سي هيبقى افالويتيد والبرينت F هتطبع ايه الريزولت بتاعت الافالويتشن ده فهحط ثلاثة هتطلع ليه نفس الناتج طيب نفترض ان انا كنت انسيت احط هنا اللي هي point zero وكانت الانتجر ديفيجن كلها بيت انتجر ديفيجن وهينا برض نفس الكلام وطلعت الفوليوم و تماموا البرينتجر شغال معي بدون اخطاء وخلاص ازاي كنت هعرف ان انا عندي خطأ في اللوجيك اللي هو انتجر ديفيجن مش في لود ديفيجن الكمبايلر ما كانش هتطلع عك خطأ ده طب ازاي كنت هعرف كنت هتعرف مرحلة التستنج حتى فانا بعد ما خلاص البرنامج اتست بيها الاربود بتاع البرنامج بتاع اللوجيك بتاع شغال صح ولا اه فايه اعمل كده ومساحة الدايرة دي او حجم الكرة دي حاجة يعني مليانة على الانترنت فممكن احسب ممكن اعمل انتسترش على اي طول بتحسب ايه حجم الكرة فاكتب مثلا فأنا نجد لو انا حطيت هنا التلاته واقول له وكالكوليات انا عادي احسيم الفوليوم اللي هو هنا ال V ال V طالع كام طالع 113 و 0.97 113.14 كده مش طالع نفس النتيجة تعالوا نجارب طول تانية radius 3 سنتيمتر سنتيمتر او متر اي حاجة كالكوليات اهو ال V تعال سفير مش طالع عندنا اي مظبوط القاعدة مظبوطة هي 4 على 3 pi r cube فكده نتجين مش متطابقين ولكن النتجين قريبين جدا من بعض يعني الفرق فقط في العلامة العشرية اللي هي هنا او العزن الارقام اللي هي بعد العلامة العشرية هي اللي مختلفة عندنا فاحيانا الخطأ ده بيحصل لما الكالكوليشن بيبقى فيها pi لان كل واحد بيعوض بال pi بقيمة مختلفة في يعني على الانترنت في رقم كده دايما بيعوضوا به عن قيمة ال pi اللي هو 3.14159f يعني لو انت عوضت بهنا ان ال pi بال 3.14159f وعادة اللي هو عايز يطلب منك كده في السؤال كان يكتب لك اندو كلمة ال pi ونعوض بكلمة ال pi بالنتيجة دي يعني الرقم ده هم اللي بيعوضوا به عادة في ال applications بتاعة ال الاسفير اللي فيها pi يعني بشكل عام فتعالوا نجرب كده التعويض ده تقريبا نفس الرقم ههو 0.97 هنا كان كام 0.97 ونفس الكلام برضو هنا كان 0.97 فهو البرنامج بتاعنا شغال مظبوط بس كلمة ال pi بتختلف من برنامج لبرنامج الكلمة اللي بتعوض بيه احيانا بتأثر على الناتج بشكل ايه بشكل طفيف البرنامج اللي بعد كده معنا هو برنامج شبيه جدا بيقولي احسب مساحة ال daire وميدينا القاعدة بتاعتها طبعا ده انا مش هعمله بقى هو ده بالضبط زي اللي فايت يمكن ده ايه يعني ابسط منه كاكود يعني لان عدد العمليات اقل فانا عسيب لك انت عسيب لكم البرنامج ده تعملوه انتو السؤال اللي بعد كده بيقول حول من الفرناهايت لسيليزيوس درقات الحرارة دول مكرياسين بيقيسوا بيهم درقات الحرارة فالبرنامج بتاعنا المطلوب منه انه هو يحول من درقات الحرارة من الصورة دي او من المكرياس ده للمكرياس ده وطبعا في حالة زي كده انت متعرفش التحويل بيبقى ازاي في حاجة من اثنين يعني هو يضيك الإكويشن زي هنا كده بالضبط اما انك انت تستشعر الانترنت وتجيب الإكويشن وايه وتنفذها تمام عندنا هنا رقمين هم ثابتين في المعادلة ده درجة الحرارة هيدخلها اليوزر بالفنهايت وانا هتطلعه الدرجة بالسليزيز هيتبكى ان فيه اثنين كونستنت اثنين وثنتين ده كونستنت والخمسة على تسعة اعتقد برضو الفكرة البرنامج ده بسطة جدا نفكر تاني ايه الانبوتس الانبوتس درجة الحرارة بالفنهايت فهتقول كده هتطلع وبرب اتصاله مثلاً فنهايت وهيدخلج الانبوت ستعود بالاكويشن ده واضح على الاوب نفس الفكرة بالبرنامج اللي فات كايمبوت بروسسنج اوبوت الاختلاف فقط في المعادلة وما ننساش ان هنا فيه اثنين كونستنت فانا هدفين ده انو كونستنت وهادفين ده وادو على انو كونستنت وما ننساش ده اسمه فحط هنا في كونستنت بتاعي بوينت زيو اف عشان تبقى float division الكود انا كيتبه لكم هنا في البانانيك بتاعنا فتعالوا نشوف عملت هاش دفاين دي بنسميها فريزنج بوينت وحطيت الكويمة بتاعيتها 32 و هاش دفاين اللي هو الكوسمة دي تمام وحطيتها بين كوسمة هنا فقط للضمان مش اكتر من كده عشان لو ما تحط في اكويشن بس تموكن ما تحطهمش وبعد كده دخلت في البانانيك بتاعي عرفت اثنين فريزنج بوينت الف والسي وبعد كده قلت print f انتر فرنهائي التمبراتشر عملت scan f عريت التمبراتشر float وبعد كده عملت الاكويشن بتاعتي الفرنهائي تنقص الفريزنج بوينت وهم الاثنين مضربين في scale factor الهيه الكونستانس بتاعتي اللي هي فوق هنا very straightforward بانانيك مبشر جدا ما فروش اي مشكل وبعد كده طلعت ايه السيليزيس اكويولانت %f والفاليو بتاعت مين بتاعت السيليزيس تمام فده بانانيك ايه مباشر ما فروش ادنى ومشكلة البانانيك اللي معانا بعد كده بيقول sum numbers between 1 to n بيقولك اكتب بانانيك هي evaluate او هي display السم بتاع السيريس دي السيريس دي اللي هي ايه 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 لحد n والن دي هاليوزر هيدخله يعني لو يوزر دخلك مثلا 3 هتطلع له انت ايه sum بتاع 1 زائد 2 زائد 3 لو يوزر دخل 4 هتطلع له 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 لو دخل 6 او 100 او اي حاجة يوزر تجمع من 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تلحد ما توصل ايه لرقم من اللي اليوزر يدخله طب ده هنا دي يعني صعب انا هاعفز انا هاعفز ازاي رقف امتى يعني انا ما عرفش ال-n ال-n دي input صح؟ وال-input اثناء ما انا بكتب الكود طبعا ما عرفش ال-input كان فانا معرفش رقف لحد امتى فهل انا بقى اخد مثلا ال-input بتاع اليوزر ده وافدر اناقص منه لحد ما وصل مثلا الواحد ماشي بس انا ما عرفش في ال-coding يعني في الحاجات اللي هتعملناها في ال-c ما عرفش حاجة اقدر الف بيها اعمل بيها اناقص وانقص وانقص وبعد كده تشيك لسه ما خدناهش الحاجات دي فانا ما عرفش فالبرنامج ده كده بالنسبالي يبدو ايه؟ يبدو غريب صح؟ فتعلوا في الكيسز دي تعالوا نحاول ونطلع علاقة طبعا دي يعتبر من يعني الانواع دي من الاسئلة إن ما كونش انت عايفة مزوقة انت بتبقى من انواع اللي ايه محتاجة مستوى تكتاء اعالي شوية لانك انت بتحاول تطلع على علاقة ما بين ال-input وال-output انت اللي بتحاول تطلع علاقة العلاقة مش معروفة يعني في المثال السابق بتاع دائرات الحرارة العلاقة معروفة هو مدها لك في المثال السابق بتاع الدائرة سواء مساحة او حجم كرة فكل العلاقة معروفة هنا العلاقة ما بين ال-input وال-output مش معروفة فحاجة من اثنين يتسيرش عليها في الانترنت انت بتحاول تفكر ايه العلاقة ما بين ال-input وال-output طب هو ايه ال-output لما دخلت الثلاثة حجمع 1-2-3 فالاوبط هيبقى كام 1-2-3-3-3-3-6 فالاوبط هيطلع 6 لما دخلت 4 هيطلع 10-6 دول ستة وبعكده ربعي يبقى كام وبعشر ولو دخلت ستة واحد واثنين وثلاث دول كام احنا جمعنهم ستة في هنا ربعنا سيناها اللي هي كده عشرة عشرة وخمسة خمستاشر خمستاشر وستة كام واحد وعشرين صح? مظبوط كده تلاتة وستة تمام ستة هنا ربع عشرة عشرة وخمسة خمستاشر ستة واحد وعشرين تمام فالسؤال هنا لما يجزي دخل تلاتة انت هتطلع له ستة لما يجزي دخل أربعة هتطلع له عشرة الأربوط عشرة لما يجزي دخل ستة الأربوط واحد وعشرين فالسؤال هل في علاقة ما بين الامبوت والأربوط يعني ايه علاقة يعني هل الالتلاتة دي مثلا ممكن اضربها في حاجة اقسمها في حاجة اطرح منها حاجة تطلع له ستة والمعادلة دي تبقى ثابتة على الكل يعني ايه برضو يعني مثلا من اللي انا شايف قدامي التلاتة لو ضربتها في اتنين تبقى ستة طب بس الربعة لو ضربتها في اتنين تبقى تبقى عشرة لا الستة لو ضربتها في اتنين تبقى واحد وعشرين لا يبقى العلاقة اللي انا هستنتجتها دي اللي هي اضرب الامبوت في اتنين عشان اطلعي الا staying output مش صح اتيت فاول concludes لانها تشتغل في اول واحدة بسنشتغل في البقيين طيب احاول افكر في العشر في الأربعة لو ضربت 3 في الاستثار يا صحيح أفضل أفكر في يعني أحاول أطلع علاقة ما بين الإنبوت والأوبوت تفكر فيها وديها يعني أحاول لو ده سؤال يعني فكر وحاول أنت تطلع الإكويشن صدقني لو أنت حاولت وطلعتها هتبقى يعني هتفرح بنفسك جامل جدا أنك أنت عايفت تقدر تطلع العلاقة أنت بنفسك تستنتج العلاقة ما بين الإنبوت والأوبوت خليديكم مثال مثال ثاني أبسط بحيث تبقى العملية أتقرب شوية لو كان الإنبوت كده واحد اثنين ثلاثة أربعة والأوبوت كده اثنين أربعة ستة ثمانية العلاقة ما بين الإنبوت والأوبوت مضوب في اثنين صح الإنبوت ده وفي اثنين تطلعك الأوبوت أنت عندك ده وعندك ده مطلوب منك تطلع إيه العلاقة فده قصدي بأنك كانت توجد العلاقة طيب لو كانت كده واحد ثلاثة خمسة سبعة فش ده خلاص ده الإنبوت وده أوبوت الواحد بيطلع واحد الاثنين بتطلع ثلاثة الاثنين بتطلع خمسة الاربعة بتطلع سبعة كده إيه العلاقة ثلاثة مش عارف صح؟ مش سريد فورود مش مباشرة زي اللي قابلها صح؟ بس لو أنت بصيت على قابلها هتلاقي إن هي زي اللي قابلها بالضغط بس باطرح واحد يعني قابلها كانت اثنين هنا واحد كده 4 بقى 3 كده 6 بقى 5 كده 8 بقى 7 آه يعني ممكن نضع في 2 الأول فاطلع ده وبعكده أطرح واحد فاطلع ده بالظبط فالعلاقة إيه؟ إنك تدرب الإنبوت في 2 وتطرح منه 1 2 في 1 ب2 ناائس 1 2 في 2 بقى 4 ناائس 1 ديك 3 2 في 3 ب6 ناائس 1 ديك 5 2 في 4 ب8 ناائس 1 ديك 7 إزا العلاقة هنا إيه؟ الإنبوت في الاثنين نايس ايه نائس 1 فايه بقى العلاقة هنا انت فهمتوا قصدي بموضوع العلاقة ما بين الانبوت والاوبوت انت عارف الانبوت وعارف الاوبوت بس مش عارف صالة الاوبوت ده من الانبوت ده ازاي فبتحاول تجيب العلاقة طب هنا ايه العلاقة هنا العلاقة هنا صعبة شوية بس هي انا اعترف انها صعبة لو انت حاولت تنتجها ادخب منك وقت كبير هي الان في ان زائد واحد ا ن Скiene اع추不會Hey اقسم كل ده على اثنين ده العلاقة الى البحbies الي الاوبوت ده فلو دخلت الثلاثة تجمع الثلاثة زائد واحد بكام اربعة حسنا دي ذ krijد 4 فالن lını 3 بكام بالثلاثة 4 في 3 بكام对 12 على الاتنين 2 يبقى Ps. 6 هتديك Hy było 6 نجواب في الستة نفسها الاخر واحدة ستة واحد سبعة 7 في 6 بـ 42 42 على الـ 2 تطلع 21 إذن العلاقة دي إيه مظبوطة والـ series دي معروفة وياضيا يعني معروفة عالميا وياضيا هي الصم بتاع العداد من 1 لحد رقم معين ثابتة بتيجي بالعلاقة دي السؤال اللي بعد كده معنا بيقول الـ polynomial اللي هي أنا أحد أنواع الدوال بيقول لك الفونكشن f of x لتحسب بالإكوشن 2 في x equals 4 ناقص 6 في x equals 3 ناقص 4 x زائد 12 بيقول لك اعمل بينامج بيحسب الـ polynomial دي نفس الفكرة بتاعت البرامج الصابقة البنامج ده أو نوعية البرامج دي كلها اللي بيبقى فيها إكوشن معروفة كلها نفس الطريقة في الحل وكلها مفهاش أدنى صعوبة في التفكير أنت بتفكير إيه الإمبوت وإيه الأوبوت صح؟ ففي البلونوميا اللي هنا إيه الإمبوت وإيه الأوبوت الإمبوت بتاعك هنا هيبقى قيمة الـ x والأوبوت بتاعك هو قيمة f الـ x اللي هي حسابين أو ايوادين لما نعوض في الدلة عن x بواحد الناتج بيطلع كام لما نعوض عن الدلة x بواحد الناتج بيطلع كام فهنا لو عوضنا بواحد الناتج بيطلع كام واحد الصباح بواحد في اثنين بيطلع كام وأفضل عوض ويطلع إيه الناتج داكويمة e f of x فالباناة بتاعك الإمبوت بتاعته إيه هنقول اليوزر enter x هيدخل لكمة الـ x أنا هقول له value of f of x بتساوي واطلع له إيه الناتج طبعا نعطلع عن الناتج إزاي عنطلع إن أنا أخد الـ x اللي هو اليوزر دخلها دي وأضربها في نفسها أربع مرات هنا وبعد كده أضربها في الاتنين وبعد كده أو الناقص وبعد كده وبعد كده أضرب الـ x في نفسها ثلاث مرات وبعد كده أضربها في الستة وبعد كده أضرب الـ x في الاربع عواطره يعني أنفذ الإيكويشن دي بتعويضا عن الكويمة اللي دخلها اليوزر تعالوا نشوف هنعمل دي مع بعض ازاي في الكود هنبدأ بإنه هنقول اليوزر انتر 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 آمبرسنت x كان أخذت من ريوزر كويمة ايه؟ الـ x هحسب بها الإيكويشن الـ x فَفْكَس 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 تساوي طبعاً فين فَفْكَسَ يجب أن أعرفها يمكن أن أعرفها هنا في مكانها و يمكن أن أعرفها هنا في فَفْكَس كده تقوم بعمل المعادلة المعادلة تقول هنا 2 في x to the power 4 فعجينا 2 x to the power 4 وهي x 4x ناقص 6x 6 x x 3x ثم 4x 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 5x 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 6x 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 5x 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 6x 5x 6x 5x 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 6x 6x 10x 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 12x 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 وده بصفر وده بصفر وده بصفر تطلع كام؟ تطلع 12 تعالوا نجرب كده الصفر تطلعت فيها 12 فانت ممكن تعوض بقى بقيم اي قيم انت تعوض بها وتحسيبها بايدك عشان بس تأكد ان الإكويتشن شغاله صحي في الكود بتاعك والأكواد دي كلها تبقى طبعا الموافقة مع المحضرة لو حد عايز يجعلها